تنفيذنا للقرار الجمهورية رقم 324 لعام 2024 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن 605 من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة أفراج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن المحكوم عليهم المشمولين بالقرار من كافة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية ذلك وفقاً للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مليون تحية للقال حق الحياة دنيا جديدة للعاوز تنجاة في خطوة إنسانية تعزز من القيم الاجتماعية والوطنية وتراعي ظروف الإنسانية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 324 لسنة 2024 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وهي خطوة بعثت الأمل والحياة في المفرج عنهم خاصة أنها لا ترتبط بمناسبة وطنية مثل باقي قرارات العفو وإنما جاءت استثنائية ببعد إنساني مليون تحية للقال حق الحياة دنيا جديدة للعاوز تنجاة يا مصر وفيت بواعدت بالإنسان يا فتح تبا علمنا معنا الخياة 605 نزيلا بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي وفقا للمراجعات القانونية من لجان العفو الرئاسي التي شكلها قطاع الحماية المجتمعية بوزلة الداخلية لتحديد المستحقين للعفو أقيمت لهم احتفالات بمراكز الإصلاح والتأهيل عبروا خلالها عن فرحتهم بهذا القرار الاستثنائي الذي فتح لهم باب آمل وحياة العفو الرئاسي الذي عمله أستاذ الرئيس ده الدليل أنه هو فاكرنا ومهتم بينا جدا ويحن مش عارفين نقوله إيه بصراحة كانت الرئيس في خيره علي بيعمله معانا في البلد وفي كل حد بالنسبة لقرار السيد الرئيس لما هذا القرار كأنه أحيا الإنسان من جديد وإحنا بنحمد ربينا أن ربينا أحيانا من جديد وفرحة لا وصفة لها ده حاجة أنا دموع بتنزل مني أنا واحد واحدة بالفرحة ربنا يخليك يا رئيس ربنا يخليه ربنا يخليه اللي عملوا معانا ده ما حصلش قبل كده في سجون مصر كلها الرئيس السيسي يكفيش هذا المرض ويراضيه زي مرضانا يا رب ده برض خاطرنا وفرحنا بس كل ناس مثدهين برضو يعني حس بينا وفكر فينا نحن كبارة التنة مش مستحملين برحانة جاو 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 برحانة يا سيسي جاو اللي أنت بطلحتني العيال ويدبر خاطرك ويخليه الحمد لله يا رب الحمد لله يا ربناك يا رب أسنى المفرج عنهم على الخدمات والرعاية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي أعدتهم للاندماج في المجتمع وفقا لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعي حقوق الإنسان والسعي نحو تحقيق الأفضل في حياتهم الجديدة في وطن يحترم ويستوعب الجميع الرجل ده حس بينا واتعبنا الرجل ده ربنا ينسره على من يعدي يا رب يا مصر وفيت بوعادك بالإنسان يا فتح تبا علمناه معنا الخياة شكر للينا دا ودى فرزة للحياة وقد شهد محيط مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات تجمع أهالي المفرج عنهم الذين استقبلوهم بفرحة كبيرة عقب خروجهم وثمنوا غالياً على القرار الرئاسي الذي يعد مفاجأة لهم بكل المقاييس ويجسد استراتيجية الجمهورية الجديدة في احترامها لقرامة وحق الإنسان يا أحب لاب نشكر الرئيس على الفرحة دي شكبين للسيسي شكبين للسيسي هذا القرار أهم قرار في حياتي كل أخر ألف شكري يا رئيس اللي انت روحت لنا العيانة يا ربنا يخلي لينا ويباركلي وخلي لينا ويطلع لأختي ربنا يخليك لمصر وربنا يعينه أحلى حاجة عملتها اللي انت طلعت لنا ومنا بالسلامة ربنا يخليك لنا يا رب وليله ما يكلم دحية مصر دحية مصر دحية مصر دحية جمهورية مصر العربية عيش السيد الرئيس على عفو كبار السن عفو كبار السيسي أحفى عنا في الدنيا ربنا يحفى عنا في الآخرة الله أكبر ربنا يحفى عنا في الآخرة كي ما أعفى عنا في الدنيا الله أكبر الله أكبر قرار رئاسي إنساني يرتكز على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفرصة لإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع بشكل إيجابي ويجسد حرص الدولة على دعم القيم الإنسانية والاجتماعية فرحة كبيرة بين المفرج عنهم وذويهم بهذا القرار الرئاسي ذو البعد الإنساني بالإفراج عن عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من كبار السن والحالات المرضية هذا القرار الرئاسي يؤكد على البعد الإنساني في السياسة العقابية التي تسعى إلى سرعة دمج المفرج عنهم في المجتمع عبدالله بركات التلفزيون المصري